ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من اشياء كثيرة واللي قررت اني اقحم فيها اشياء كثيرة يوى الخطة كانت انه ييش مخرجين وكتاب بعدين قلت ليش مخرجين وكتاب ياخي اسمها اشياء كثيرة تقدر تتكلم عن اشياء كثيرة في سلسلة اشياء كثيرة فاليوم راح نتكلم عن أشياء كثيرة لرحلة التايتانيك الشهيرة أو بالتحديد سفينة التايتانيك الشهيرة من يوم تم بنائها إلى أن غرقت القصة حصلت جماعة مرة زمان يعني قبل أكثر من مئة سنة وما كانت القصة يعني لما غرقت السفينة غرقت التايتانيك جلس يسوله فيها فترة واندثرت خلاص اندفنت القصة وزيها زي أي معركة ضخمة أو زي أي حرب ضخمة وانتهت خلاص ولكن جاء فيلم التايتانيك الشهير للمقرس جيمس كاميرون وسوه الليلة وإعادة إحياء لهذه الذكرى أو النكبة الشهيرة وخلى كل سكان الأرض يعرفونها ما أدري إذا جي إلى التسعينات فاكرين بس ذيك الأيام يوم صدر الفيلم تقريبا معظم المنتجات اللي تباح كان عليها صورة التايتانيك السفينة غرقت وانتهت من زمان جدتي وبسبب الفيلم هذا رجعت وصارت موجودة في معظم المنتجات الاستهلاكية في البقائل وفي السوبرماركات وفي يعني معظم مراكز التسوق أول حاجة خليني إيش إشرح لك قدي إيش؟ سفينة التايتانيك كانت ضخمة 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 بشكل ممكن عقلك الحالي ما يستوعبه مهما شفتها في الصور ومهما شفتها في الفيلم لازم أعطيك كده تصور في راسك يخليك إيش تستوعب مدى ضخامتها وعلشان أعطيك تصور حقيقي لحجم سفينة التايتانيك الهائل بقولك أنه تخيل أنه قدامك ملعب كرة قدم تعرف ملعب كرة قدم؟ ملعب الرسمي اللي لعبوا فيه المباريات الرسمية قدامك ملعب؟ هيجيب جنبه ملعب إذا صفهم بالطول جنب بعض ملعبين ويجيب بعدهم كمان نص ملعب إضافي ملعبين ونص ملعبين ونص هذا هو طول سفينة التايتانيك يقلع عم الضخامة يا شيخ إيش ذا؟ مدينة مدينة عائمة مدينة عائمة فضلا عن أنه ارتفاعها تجاوز الثمنتعشر متر تقريبا ولو بحاول بسطلك يعني برضو قديش الثمنتعشر متر ممكن تكون هذه تخيل أنك واقف قدام عمارة والعمارة دير ارتفاعها ستة أدوار ياب هو دا هذا ارتفاع سفينة التايتانيك يقلع عم الضخامة يا شيخ وكل دا ليش؟ ليش بنوا سفينة بهذه الضخامة وبهذه الرفاهية؟ ليش إيش فيه؟ عشان الفلوس؟ هو أكيد علشان الفلوس بس كان فيه سبب رئيسي ثاني جنب الفلوس الهدف الثاني كان المنافسة ياب عزيزي الوجيه سفينة التايتانيك لما تم بناءها ما كان الغرض ربحي فقط بل كان تنافسي كان فيه قبلها أو في نفس عصرها سفينتين جدا جدا ضخمة سفينة لوسيتانيا وسفينة موريتانيا وتم بناء التايتانيك مخصوص علشان تنافسهم في الحجم والرفاهية وتفوقت عليهم فعلا سفينة لوسيتانيا كان طولها أقل من التايتانيك بثلاثين متر تقريبا يعني لو شفتهم جنب بعض ما رح تلاحظ الفرق يقلع عمض ضخمة مدينتين عائمة قدامك بتكون وسفينة موريتانيا كانت أقل من سفينة التايتانيك بمئة متر تقريبا اللي هو فرق مرة كبير يعني لو شفتهم جنب بعض بتقول يا بعد الأب وهذه بنته ولده على كل حال كانت هذه السفينتين لوسيتانيا وموريتانيا وقتها أكبر سفينتين في هذه الفترة وجاءت التايتانيك وشخمطتهم شخمطة وفججرت أم هلايكات شفيني أنا تخيلوا أن الطاقم عمل التايتانيك مع القبطان كان عددهم 899 شخص من جنسيات مختلفة 899 شخص هذول موظفين داخل سفينة التايتانيك يبويهم موظفين شركتنا كانوا 31 إيش هذا ومن ضمن طاقم العمل كان فيه موظف لبناني اسمه إبراهيم مشعلاني كانت وظيفة أنه يطبع المطبوعات داخل السفينة من بطائق من كروت من منشورات طاقم العمل 899 حلو هيا تعالوا على المسافرين سفينة تايتانيك كانت تقدر تستوعب حمولة لأكثر من 3000 شخص وبالتحديد 3500 تراكب في نفس الوقت 3500 تكونوا موجودين على السفينة وتبحر فيهم ولكن وقتها الركب السفينة كان عددهم تقريبا 2200 شخص سفينة التايتانيك يا جماعة فيها من الرفاهية والدلع الشيء الكثير جدا فيها مسابح وفيها صالات رياضية فيها مطاعم فيها منتجات صحية فيها صوالين حلاقة فيها مقاهي فيها بارات وحدائق ووسائل ترفيهم الله بها عليم طبعا مواصفات زي كده ممكن تقول لنفسك وال والله شكلها مرة غالية لا سفينة تايتانيك كانت متاحة للجميع سواء كنت فقير راح تلقى شيء مناسب لك وعلى قد فلوسك أو حتى لو كنت من متوسطي الدخل راح تلاقي شيء في النص كده مناسب لك ولو كنت ثري أو من الطبقة الراقية والمخملية اللي إذا قالها تشوف تطيح منه فلوس برضو راح تلاقي الدلع والخدمات الراقية والخمس نجوم ولو بنحسب أسعار التذاكر يعني أسعار التذاكر زمان كانت أنت تشوفها قليلة لكن لو بنحول قيمتها من ذاك اليوم إلى قيمتها اليوم راح تكون كالتالي أسعار التذاكر يا جماعة للدرجة الراقية أو درجة يعني الدرجة الأولى أعلى درجة كانت تصل إلى 75 ألف دولار للشخص الواحد تخيلت تدفع 75 ألف دولار علشان تركب سفينة إيش هذا وأقل درجة هذه اللي تحت يعني بس يدوبك غرفة مشتركة وما بين عدة أشخاص كانت توصل أسعارها إلى 600 دولار كولي دا كوم طابق السفلي اللي تحت آخر شيء الخاص بالعمال كوم ثاني طابق السفلي للسفينة كان فيه موظفين يشتغلون ليل نهار شيل فحم ودي فحم شيل فحم ودي فحم شيل فحم ودي فحم شيل فحم ودي فحم شغل ما يوقف ليل نهار إحنا نتكلم عن سفينة جالسة تبحر ناس تناموا ناس تصحوا هدفهم بس يخلون السفينة مستمرة في التقدم التايتانيكا جماعة تم بناءها في إيرلندا وتم ترسيتها في ميناء لندن وكلف بناءها بسعر يوما الحالي حوالي 200 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 750 مليون ريال سعودي يا لطيف واستمروا في بناءها حوالي ثلاث سنوات متتالية ثلاث سنوات متتالية وهم يشتغلوا على هذه السفينة الضخمة أو المارد العملاق رحلتها كانت المفروضة تكون من لندن وعبر المحيط الأطلسي وإلى وين وإلى نيويورك رحلة كده فجلاءة منها يش نستعرض قوة السفينة وبالمرة ننقل المسافرين وننقل تحف وأغراض وسيارات ونوديها إلى نيويورك والوقت اللي تم إعلان الرحلة في يا جماعة أوروبا كلها تقريبا اجتمعت في هذاك الميناء علشان يشهدوا أول حركة وأول انطلاق لهذه السفينة الضخمة اللي كان يسميها السفينة التي لا تغرق واللي كان يقول عنها السفينة العملاقة واللي كان يقول لها السفينة المارد واللي هي الترجمة الحرفية لكلمة تايتانيك سفينة ضخمة وهائلة كانت في ميناء لندن لم يسبق للعالم رؤية شيء مشابه لها المهم أنه تبعت التذاكر يا جماعة ركب من ركب في هذه السفينة الغني والفقير الكبير والصغير العامل والبحار بل أنه السفينة كان فيها من الجنسيات الكثيرة بل أنه كان فيها مجموعة من العرب بعضهم لبنانيين وبعضهم مصريين حتى في فيلم تايتانيك جابوا مشهد كذا قصير لشخص لبناني يتكلم مع زوجته وعلى طار السفينة التي لا تغرق الاسم هذا ما قالوه لمجرد كذا يعني هياط لا ترى فعلا السفينة تم تصميمها هندسيا بعناية فائقة جدا بحيث يصير صعب صعب جدا إنها تغرق الظروف العادية مثل الأعاصير والفيضانات والأمطار وغيرها كانت مستحيل جدا أو بنسبة كبيرة إنها تخلي السفينة تغرق من كثر ما هي جدا آمنة بل من كثر ما كانت الناس واثقة في هذه السفينة يعني الناس اللي أشرفوا على بناءها والتجار اللي استثمروا فيها واحد منهم جاب أم العيد وتجرأ وقال السفينة هذه لن يغرقها الله شخصيا ما يقدر يغرقها جاب أم العيد هو الظاهر اللي جاب فيهم العيد ولكن للأسف العدو ما كان إعصار ولا كان أمطار ولا حتى فايضان غضبان العدو هنا كان جبل جليدي جبل جليدي صغير يشطب إلي ما ينشطب جبل جليدي صغير يشق إلي ما ينشك وجاء الموعد المحدد لبدء الرحلة وارتفعت الأعلام وبدأت فرق الموسيقى المحتشدة على رصيف الميناء تعزف موسيقاها الجميلة وسط هتاف وصرخات المودعين وبدأ صوت المحرك يعلو حتى أخذت سفينة التايتانيك تتحرك وتنطلق لتبدأ أول وآخر رحلاتها وسط هذا الاحتفال البهيج اليوم الأول أكل وشرب ورقص وتباهي وعد اليوم على خير اليوم الثاني أكل شرب رقص وتباهي وعد اليوم الثاني على خير اليوم الثالث أكل شرب رقص تباهي وعد اليوم الثالث على خير اليوم الرابع أكل شرب رقص وتباهي وعد اليوم الرابع على خير القبطان إدوارد جون سميث يا جماعة كان فخور جدا بقيادة سفينة التايتانيك مع العلم إنه هذه كانت مفروض تكون آخر رحلة له وبعدها راح يتقاعد ثلاثين سنة قضاها الكابتن إدوارد سميث في قيادة السفن وقال سفينة التايتانيك راح تكون رحلة تقاعدي راح أوديها إلى نيويورك وأرجعها وبعدها راح أتقاعد كان واثق جدا جدا إنه مؤهل وإنه خبير وإنه عاش مع البحر كثير وإنه راح يعرف يوصل السفينة هذه ويرجعها من دون أي مشاكل ولكن البحر غدار وجاء اليوم الخامس اليوم المخيف اللي كان آخر يوم لهذه السفينة العملاقة رقص أكل شرب تباهي وانتهى اليوم وكل واحد من ركاب السفينة انطلق إلى غرفته علشان ينام طاقم العمل برضه كل واحد خلص شغله وراح ينام وبيقي العدد البسيط اللي مسؤولين عن تشغيل السفينة وتوجيهها وصل للتايتانيك انذار من السفن اللي حوالينها يا جماعة الخير انتبهوا ترى البحر اللي انتم ماشين فيه في قطع جليد متناثرة وقفوا لا تمشوا إلين يجي النهار علشان تشوفوا إيش قدامكم وتوخروا عنه لو احتجتوا توخروا ولما وصل الكلام هذا لقبطان سفينة التايتانيك قال لهم طزف روز يا عمي ما بيقل له شوية جليد ما بيقل له شوية جليدي طيحنا انا ادي سفينة التايتانيك يا بوي انتم صاحين اذي مدينة عائمة بيطيحها شوية تلش امش امشي بس استمر في القيادة انا بروح غرفتي ونام وفجأة البحار اللي كان فيه مقدمة السفينة بدأ يلمح اشياء كذا من بعيد بس مو قادر يحددها لانه السماء كانت مظلمة الوقت ليل وما كان فيه قمر يعني الوضع كان اسود في اسود ولكنه قدر يلمح شوية خيال ما قدر يحدد هل هو حقيقة او هل هو وهم وفجأة اقتربت السفينة من هذا الجبل الجليدي وقدر البحار اخيرا انه يشوف هذا الجبل وانطلق بسرعة البر وبلغ طاقم السفينة انه امامهم جبل جليدي وتصرف الطاقم بسرعة وقدر انهم يبعدون السفينة عن مسار هذا الجبل الجليدي هما بعدوا عنه بس ما بعدوا عنه بالكامل طرف الجبل الجليدي الصغير هذا شرخ سفينة التايتانيك وتسبب في دخول المياه الى داخلها الغريب في الموضوع انه السفينة ما تحركت ولا تهزهزت الا شيء بسيط جدا البعض قال حسيت بهزة بسيطة والبعض الاخر قال حسيت كأنه صوت قطعة قماش كده انشقت بصوت مختلف والبعض الاخر يقول والله ما حسيت باي شيء بس حيط على صوت صفرات الانذار ايش في يا جماعة ولكن الحقيقة انه سفينة التايتانيك كانت تغرق ببطء شديد وغير ملحوظ بالنسبة للركاب لكن بالنسبة للمهندسين والناس الفاهمين في السفينة كانوا عارفين ان السفينة جالسة تغرق وبدأوا في عمليات الاخلاء المصيبة مش انه سفينة جالسة تغرق ببطء بالعكس انها جالسة تغرق ببطء افضل من انها تغرق بسرعة انه اقدر ان انزل قوارب الانقاذ على مهلي وانزل الركاب على مهلي بحيث ما تصير اي حوادث ثانية ولكن المصيبة مش هنا المصيبة انه عدد الركاب تقريبا 1200 راكب قوارب النجاح كانت فقط تكفي 1187 شخص طيب ليش ما جابوا قوارب انقاذ بالعدد المطلوب يا وجيه والله هو شوفوا يقولوا لانه ما كانوا متوقعين ان السفينة تغرق ما كان فيه امل انها تغرق كذا في بالهم انه مستحيل تغرق والقوارب اللي حطوها هذه حطوها بس علشان يطبقون الحد الادنى من معايير السلام غير كذا قالك ابويا ما راح نحتاج هذه الماردة العملاقة مستحيل تغرق ولكن للأسف غرقت التايتانيك غرق من غرق وركب القوارب من ركب ونجا من نجا ومات اكثر من 1500 شخص في هذه الليلة المظلمة والباردة ونجا منهم فقط 711 شخص البعض مات غرق والبعض الاخر مات متجمد على اسطح المياه والبعض الاخر مات مدهوس على اثر حطام السفينة داخلها او خارجها والبعض الاخر اختار انه يموت دون ان يتم انقاذه من جده جماعة ترى فيه شخص ثري جدا كان علامتنا السفينة اسمه بنجامين جيجنهم لما شاف السفينة جالسة تغرق كان لابس طوق النجاح او السديري هذا اللي تبع الانقاذ شاف السفينة جالسة تغرق القوارب جالسة تتخبط الناس جالسة تطيح فوق بعض قال يا ابويا نزل الى غرفته من جديد لبس احلى بدل عنده تعطر اتأنق مشت شعره ولع سيقارته وطلع الى سطح السفينة وقال للناس ايها الناس قال ما انه الموت قادم لا محالة انا اختار اني اموت نبيل مثل ما عشت طول حياتي نبيل يقلعهم قوة القلب اللي عنده يا جماعة ترى البحر مخيف كيف قدر يقول ذلك الكلام القصة دي موجودة حقيقية ونقلت وبرضه قصة روز اللي كانت على لوح خشبي ترى برضه حقيقية ولكن في الحقيقة ما كانت بنت اللي لقيوها تطفو على القطع الخشبية هذه وسط البحر كان رجل طاح من السفينة رمى نفسه او انه طاح باي طريقة وشاف باب خشبي عائم طلع ورمى نفسه فوق هذا الباب الخشبي الى ان جات قوارب الانقاذ او الناس اللي قدروا ينجو وانقذوه معهم ولكن جيمس كاميرو نستغل الموقف هذا وحط ايش جاك وروز وحركات كذا رومانسية هيا تخيلوا متى تم اكتشاف حطام سفينة التايتانيك تخيلوا السفينة غرقت سوت مشاكل اخبار مظاهرات اشياء كثيرة طلعت عليها ديك الفترة بعد 73 سنة لقيوها اكثر من 70 سنة والسفن والغواصات تستكشف المحيط بحثا عن سفينة التايتانيك ولا لقيوها الا بعد 73 سنة من يوم غرقت طبعا جات نظريات وتحريات حول غرق التايتانيك كثيرة بعضها اندفنت بعضها ما زالت موجودة الى يوما هذا اللي قالوا انه اصلا سفينة تايتانيك ما اصطدمت بجبل جليدي سفينة تايتانيك حصل فيها حريق والحريق هذا خرج عن السيطرة وغرقه والبعض الاخر قال لك لا في غواصة المانية شافت السفينة معدية راحت اعطتها واحد صاروخ فجرت امه لايكات والبعض الاخر قال لك لا السفينة هذه تم ارسالها للبحر علشان تغرق اصلا لاجل الاستفادة من اموال التأمين واللي قالوا لا يا حبيبي ترى كان في مومياء فرعونية كانت موجودة في متحف في لندن وكان المفروض يتم نقلها الى نيويورك داخل سفينة تايتانيك المومياء هذه اصلا هي اللي جابت النحس وهي اللي تسببت في غرق السفينة واللي قال لك لا يا حبيبي الكلام ذا كله فاضي اليهود هم اللي اغرقوا السفينة هذه علشان كان في مجموعة تجار وكبار داخل هذه السفينة يبقوا يتخلصوا منهم علشان يأسسوا بنك مركزي وكلام كثير ثاني كلام ونظريات كثيرة انتشرت في هذه الفترة بعضها اندفن وبعضها ما زال موجود ويتم النقاش حوله بين فترة وفترة ولكن الارجح والاكثر موثوقية هي انه تايتانيك غرقت بسبب استدامها بجبل جليدي لا اكثر ولاني احب فيلم التايتانيك واشوف واحد من اجمل الافلام الدرامية والرومنسية سوتلكم هذا الفيديو واحب اذكركم بمتابعته حتى وان تابعتوا ترى فيلم التايتانيك من الافلام اللي كل فترة ترجع تعيد متابعتها لانه فعليا كل مرة تابعوه راح تكتشفون انه هذا الفيلم مرة جميل وتحفة رائعة راح تخلت او خلدت في التاريخ وفي حال انكم ما تعرفوا هذه المعلومة مع اني متأكد انكم عارفين ترى كل شي في فيلم التايتانيك له علاقة بالسفينة والحوادث اللي صارت كان صحيح بنسبة جدا كبيرة عدا قصة جاك وروز والاحداث الدرامية اللي ارتبطت فيهم كانت مجرد لمسة درامية ورومنسية من المخرج علشان يعني يعطي طابع حلو للفيلم الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديواتي اول باول والاهم من هذا كله اذا عجبك الفيديو اضغط لايك لانه مرة مهم وبيساعدني كثير كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم